تقول السائلة زوجها ملتزم واذا ارتكبت الزوجة خطأ بسيطا سبها وسب أهلها ودعا عليها وعلى أطفالها المعاملة الزوجة في ضوء الكتاب والسنة كيف تكون فضيلة الشيخ يجب أن نعلم أن الالتزام هو الالتزام الإنسان بشريعة الله في معاملة الخالق ومعاملة المخلوق وكثير من الناس يفهمون أن الالتزام هو الالتزام الإنسان بطاعة الله أي بمعاملته لربه عز وجل وهذا نقص في بهم فلو وجدنا رجلا ملتزما في معاملة الله محافظا على الصلاوات كثير الصدقات يصوم يحج لكنه يسوي العشرة مع أهله فإن هذا ناقص الالتزام بلا شك وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي فالزوج الذي ذكرته هذه المرأة نعم ليس ملتزما تمام الالتزام لأن كونه يسبها ويسب أهلها أباها وأمها لأذن سبب لا يدل على الالتزام في هذه المعاملة الخاصة وقد قال سبحانه وتعالى بكتابه وعاشروهن بالمعروف وأوصل النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء وقال في خطبة حجة الوداع في يوم عرفة في أكبر اجتماع به صلى الله عليه وعلى عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنكم أختموهن بأمان الله واستحلتم فروجهن بكلمة الله فوصية لهذا الأخ أن يتقي الله في أهله في زوجته في أولاده لأنه مسؤول عنه نعم